السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازايكو حبايبي يا رب تكونوا بخير. انا ممكة ودي قناتي لو اول مرة تشوفوني. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الغرز. لايك وشير لي الفيديو. نهاردة هنعمل معاكو حلويات سهلة وبسيطة والتباع غالية جدا في المحلات. مع انها تعمل معاك بمأدير سهلة وبسيطة جدا. هنعمل ان شاء الله السينبون بطريقة سهلة. وهنعمل الصوص بتاعه صوص للجبنة بالحليب المكسف. اقول لكم عملته كده ازاي? شايفين الجمال? ما شاء الله عليه. وكل الكمية دي عملتها تلات كبهات بس من دقيق وبمأدير موجودة عندك في اي بيت. شايفين الجمال? ما شاء الله عليه وهش جدا والعجينة بتاعته زي القطن. واقول لكم حشنا ازاي? بس قبل ما نبدأ الفيديو. لو لسه ما اشتركتوش في القناة. ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. لايك وشير لي الفيديو. نبدأ بالمأدير ونسمي الله معايا تلا كباية من الدقيق. معايا نص كباية سامنة دي سامنة عادية حابة تحطي زبدة برضه هتمشي معاكي. معايا كباية من اللبن الحليب. معايا معلقة كبيرة من الخميرة. ومعلقة كبيرة لبن بودرة. ومعايا بطين بدرجة حرارة الغرفة. ومعايا نص كباية سكر بودرة. ومعايا فانيليا. ساي لو ممكن استغنى عنها بالبكاوي البودر العادية. حاجات موجودة عندك في كل بيت ومش مكلفة خالص. وهيتعمل معاك ان شاء الله بكل سهولة. هنبدأ العجينة بتاعتنا هجيب بولة او طبقة عندك. وهبدأ افضل اول نص كباية السمنة. لو زبدة زي ما قلتلك. المتاح عندك استخدميه. وهيطلع معاك ان شاء الله زي الفل. هبدأ احط نص كباية السمنة. على نص كباية سكر بودرة. وهبدأ يقلب السمنة مع السكر كده كويس. بالمضرب اليدوي العادي خالص. لحد ما السكر بتاعي يضوب خالص. واللون بتاعي يفتح من كتر ما انا بضربه كويس. يبقى كده معاك تمام. بصوا شايفين اللون بتاعه بعد ما استمرت حوالي خمس دقيقة في الضرب. اداني اللون الفاتح ده. هبدأ احط بقى الكباية للحليب. واحط معايا بطين بدرجة حرارة الغرفة. والفانيليا السائلة حوالي نص معلقة صغيرة. او كسين من الفانيليا البودرة. وهبدأ اقلب كل المكونات دي مع بعض. ولازم في الخطوة دي اللبن يكون دافي معاك عشان هنحط خميرة. اللبن بتاعك دافي ما يبقى السائع ولا بدرجة حرارة الغرفة ولا هو سخن قوي مغلي. لبن دافي بس. هبدأ اقلب كل المكونات دي مع بعض كده كويس. لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس. هبدأ ازود بقى حط معايا معلقة اللبن البودرة. ومعلقة خميرة اللي هي البودر. وهبدأ اقلب كل المكونات دي برضو مع بعض. سهل وبسيط ومش محتاج اي حاجة والبود موجودة عندك والسمنة واللبن البودرة اي حاجة هتلاقيها موجودة عندك. والطلق احلى ستين ابو ان شاء الله احلى بتاع المحلات كمان. هبدأ في المرحلة دي بقى ازود الديق بتاعي. دول حوالي اربع كبايات من الدقيق. طبعا مش كل دقيق بياخد السويل زي التاني. انا هحط حوالي تلت كبايات ونص وهبدأ اعجن وهشوف هيحتاج النص آآ كبايات تانية ولا لا. هبدأ اعجن كده ومعي نص كباية من ديقة عجنت معي ولمة خلاص هستغنى عنها. عزتها واحتجتها حطها برضو. كده هقلب شايفة العجنة طرية معي. هبدأ ازود كده نص كباية الدقيق التانية وهيطلع معاك ان شاء الله زي الفل. كده اخد معي لربع كبايات من الدقيق. هبدأ عجنها كده. واكمل عجن فيها وارجع لك عشان ما طولش عليكم الفيديو. كده خلاص العجنة بتاعتي ما شاء الله عليها طرية جدا وبتلزق تلزيقة خفيفة. كده يبقى العجنة معاكي تمام خالص. هبدأ اغطيها كده وهسب حوالي ساعة اخمر. وهبدأ اعمل معي الحشوة اللي هحش بيها السينامون بتاعي. معي معلقة كبيرة من القرفة. معلقة كبيرة كاكاو خيم. ومعي حوالي نص كباية من السكر الحبيبات لبيض العادي خالص. لو عندك سكر بني هيمشي معاكي برضو. هبدأ احط كده المعلقة الكبيرة من القرفة. على معلقة كبيرة من الكاكاو الخيم. واحط معي نص كباية سكر حبيبات ابيض عادي خالص. هي دي الحشوة اللي هحطها ان شاء الله في السينامون معي. هبدأ اقلب كل الخليط ده كده مع بعضه. انا في المرحلة دي طبعا سيبقى العجينة معي تخمر براحتها خالص. بتاخد حوالي ساعة. بتاخد وقت شوية عن العجين التاني. كده تمام قوي. هبدأ اشوف العجينة بقى بعد مرور ساعة تامل ايه? كده العجينة بتاعت كانت خلاص ما شاء الله عليها خمرت. وفتحت معي وبقت حلوة قوي. هبدأ اهبط الخمر بتاعي كده كويس. وهشلها هفردها معيكم. بصوا شايفين ما شاء الله ما بتلزقش ولا اي حاجة. هبدأ افردها بايدي كده فردة بسيطة. حابة ضعفي الكمية. هتضعفي برضو كمية الديق والبيض والزيت والسمنة السوري وكل حاجة. هتعملك كمية ضعف. هبدأ افردها كده حاول افردها بالطول معي عشان هلفها ان شاء الله رول معاكو. فتبقى سهلة علي. بصوا بحاول اسويها. هي السمكة بتاعها بيبقى حوالي صمتي بس ما بتبقاش رؤية قوي. ومش بتبقى سمكة تخين خالص. بتبقى حوالي صمتي صمتي بس كده وبتفرديها بصوا بحاول اخليها مربعة وتبقى كلها بسوي بعض. شايفين كده انا قصرت معاكم الفيديو بس عشان ما طولش عليكم. كده كانت تقريبا خلاص خلصت معايا. شايفين ما شاء الله عليها. بتعمل معايا كمية حلوة قوي. كده العجينة معايا خلاص اتفردت. شايفين السمكة بتاعها حوالي صمتي بس. وفردتها بالطول زي ما انتم شايفين. هجيب بقى زبدة او سمنة المتاح عندك برضو. وهبدأ قدهن كده العجينة بتاعتي. هديها راقة خفيفة خالص من السمنة او من الزبدة. عشان ما حط الحشوة بتاعتي تمسك فيها كويس. بصوا زي ما انتم شايفين بحاول اغلف كل حتة. وبسيب طرف العجينة من الاخر خالص. ما كان هقفل الرول معايا. مش هحط عليه لا سمنة ولا زبدة ولا هحط له حشوة. عشان اعرف اقفله كويس. ومايفقش معايا في الخم. ومايفقش معايا برضو في الفرن بتاع البتوجيز. هبدأ بصوا زي ما انتم شايفين كده. انا بحاول اغلف العجينة كلها بالسمنة معايا. زي ما انتم شايفينها كده. بصوا. العجينة معايا ما شاء الله فردت وبقت حلوة قوي. بصوا. كده قد خلاص تقريبا اه غلفتها كلها بالسمنة. المرحلة دي مهمة جدا. عشان الحشوة لو ما مسكتش في العجين هتنزل منك في التسوية ولما تيجي تحطيها تخمر. فدي مرحلة كويسة لازم تدهني كل سمنة. وبسيب الحرف اللي في الاخر اللي هقفل منه. الرول بتاعي ما بدهنوش خالص اي سمنة ولا اي مادة دهنية. هبدأ اجيب بقى الحشوة بتاعتتي كده. اللي احنا عملناها مع بعض السكر والقرفة والكاكاو. وهبدأ اوزعها كده على العجينة بتاعتي. بصوا انا ببدأ اوزع كده انا مش عايز اجيب بقى على الحرف اللي فوق ده. ولا حشوة ولا سمنة ولا اي حاجة. عشان لما الف الرول وايجي في الاخر اقفل العجين. يقفل على بعضه. ما يرجعش لو حاطي السمنة او حاجة مش هيقفل خالص. وممكن يفك في التخمير او يفك في الفرن معي وما يبقى الشكله حلو خالص. بصوا هبدأ اوزع الحشوة بايه دي كده زي ما انتم شايفين. حابة توزعها بمعلقة باي حاجة. هتمشي معيك. انا بوزعها بايه دي كده زي ما انتم شايفين. السكر والقرفة والكاكاو. ولو عندكم سكر بني هيمشي برضو يبقى زي الفل. بصوا. الحشوة عملت معي العجينة كلها ما شاء الله بنصق باية السكر ومعلقة الكاكاو ومعلقة بس من من القرفة معي. عملت معي الحشوة كويس قوي. بصوا. انا بحاول احدد بس عشان ما اجيش على الاطراف بتاعة الافلة اللي هنهي بيها ان شاء الله رول بتاعي. كده كنت خلاص تقريبا غلفتها كلها. هبدأ بايدي كده بس بعد ما خلص خالص كده. بصوا هبدأ اضغطها كده. عشان الحشوة معي تثبت اكتر وتمسك في قلب العجينة. وانا بلف ما تبقاش تنزل مني. لو ما ضغطيش الضغطة دي ممكن وانتي بتلف الرول ينزل منك السكر وعشان ما مسكش كويس. بصوا كده. بابدأ ضغطة بسيطة خالص عشان تمسك معي مع السمنة والعجين. كده قد خلاص تقريبا خلصت خالص شايفين? هبدأ بقى لف الرول بتاعي. لازم تحكم يعني اللفة بتاعت كويس قوي. عشان ما يفكش منك وما طلع ما طلعش معاك الرول آآ مهوي معاك ويبقى شكل وحش حتى في اللف. بصوا شايفين? انا ببدأ في له قفلة كويسة الاول. وبعدين ابدأ الفه كده. بحاول الف الاطراف معايا كويس. عشان ما تفتحش مني. بصوا. بحاول اقرب لك عشان تشوفوها بس. بابدأ الف الاطراف الاول اللي فوق وبعدين اكمل الوسط بتاعي. شايفين? بالشكل ده. هيتلف معاك سهل جدا. هي اول حتة بس في في الرول ما بتيجي تلف فيها. بتبقى صعبة شوية عشان بتبقى صغيرة. انما بعد ما بيبدأ يعمل معاك رول كده بيبقى سهل خالص. بصوا. كده كانت تقريبا خلاص. بصوا شايفين الجزء ده اللي انا مرفيتوش. هبدأ احط عليه العجينة كده. وهرجعه الورى. وهبدأ اوريهولك برده وقفل معي ازاي. كده خلاص كان قفل معي خالص. هبدأ بسكينة كده وهنزل عليها. هقطعها لحجم اللي انت عايزي. انا عاملها حجم وسط. بصوا هيعمل معي يا رئيس زي ما انتم شايفين كده. لسه ما تخمر كمان يباني الشكل اكتر. واريكو حتة كمان من الوسط بس ما تكمل تقطيع. حبة تقطعيها بدبارة ماشي. عندك سكينة حمية تنزلي عليها النازلة كده وتشد على برة. ما تفضليش تروحي وتيجي بالسكينة. يعني لو السكينة بتاعتك مش حمية. بلاش احسن واقطعيها بخيط دبارة. بصوا كده شايفين بصوا ما شاء الله على الطبقات. هوريكو واحدة كمان. بصوا. دي كلها ما بتخمر بقى العجينة بتملة الطبقات دي. وبان معاك زي الوردة في الصنية. معي هنا اي صنية او صاجة عندك. اغلفه كده بسمنة زي ما انتم شايفين. ولازم اخلي مسافة بين كل واحدة والتانية. عشان انا هسيبها تخمر كمان مرة. وبعدين احطها في الفرن في حجمها هيتضاعف في الخم وهيتضاعف برضو ما تستوي معايا. بصوا شايفين ما شاء الله عليها عمل الكمية حلو قوي بالتلات كبايات بس من الدقيق. طبعا السنة مبارة غالي جدا. بصوا شايفين الكمية. شايفينها عملت ازاي معايا في الصنية. هسيبها بقى حوالي نص ساعة كمان. وهبدأ شغل الفرن على درجة حرارة متين. وهحطها بتاخد معي حوالي تلت ساعة. وبتستوي وتبقى زي الفل. بصوا ما شاء الله عليها. هسيبها بس كده. بصوا قد كده خلاص. بعد نص ساعة كمان. شايفين حجم بتاعها. الضاعف. بصوا عشان انا سايبها مسافات ليه. اول ما خمرت شوية. ضعفت كده. هدخل الفرن بقى. على درجة حرارة متين. تلت ساعة وهتستوي معي. وان شاء الله هتطلع زي الفل معينا. في المرحلة دي بقى في التلت ساعة دي. انا هبدأ اعمل التوبنج اللي هحطه على الوش بتاع السينابون. معايا كباية لبن مكسف محلة. ده انا هعملو لكم فيديو ان شاء الله هنزله. انا عاملا في البيت مش مشترية خالص. معايا جبنا كيري. ممكن تبدليها بجبنة مسلسات. او جبنة كبايات كريمي. انا برضو هيبقى. اربع مسلسات. لو جبنا كريمي كبايات هتاخدى حوالي نص كباية. هبدأ اخلط كده كباية اللبن المكسف المحلة مع الاربع مكعبات من الجبنة. لحد ما يدوني قوامل السايل خالص بصوا. شايفين كده? كده كان تمام. مجهز معي خلص التوبنج بتاعي. هبدأ بقى اشوف الفرن بتاعي والسينابون طلع معي. ما شاء الله شايفين حجمه عمل ازاي? احلى بالمحلات بكتير خالص. هبدأ احط التوبنج عليه هو لسه طالع من الفرن على طول. عشان يشرب معي من التوبنج اللي احنا عملناه. اللي هي كباية اللبن المكسف المحلة والاربع مكعبات الجبنة الكيري. هبدأ كده انزل عليها كلها واغلفها بيها. دي اول طبقة احطها ولسه ما يبرد شوية واخرجه من الصينية. هبدأ برضو احط عليه بقية التوبنج اللي فاضل معي. بس الخطوة دي مهمة جدا هو لسه صغن. عشان يشرب معي من التوبنج كويس. بصوا كده انا ببدأ اسقيها كلها كده. وبعملها بالاسباتيولة عشان كله يشرب معي. بصوا زي ما انتم شايفين كده. شايفين القوام بتاعه. استنوا ان شاء الله الفيديو بتعلبا مكسف المحلة. سهل وسريع وبسيط ومش مكلف خالص. وارخص هتشتري من بره بمراحل كتير قوي. وما بنعملوش بحاجة خالص. هقولوكو هنعملو ازاي ان شاء الله في فيديو تاني. هكمل بقية الكمية كده وارجعلكو تاني. بصوا كده انا كنت خلاص كملت كل الكمية وساقتها بالفضل كمان في ويق بعد ما طلعتها من الصجار حطيتها هنا في اطباق التقديم. وبقيت التوبنج اللي فضل حطيته عليها بعد ما هجيت شوية وبردت. وعندي هنا بقى ده سوس قراملة انا كنت جايبها في فيديو مشتريات رخيص خالص. كنت جايبة الربع كيلو بعشرة جنيه بس. انا حطها في الازايز دي ازايز جايبها يعني لصوصات جازة دي مش بتاع الكاتشاب. هبدأ كده امشي عليها زي زجزاج زي ما انتم شايفين كده. هنا هبدأ اشكلها بقى بصوص الكراملة معي والشوكولاتة سايحة خالص. هبدأ بصوص زي ما انتم شايفين كده. بحاول اغلفها بتدي شكل حلو قوي وطعم طحفة بصراحة. والطوبنج ده بيدي طعم خطير جدا للسينابون. والحشوة طبعا حلوة جدا. يعني كل الحشوة مع التوبنج مع التزيين بتاعها من على الوش بيدي طعم خطير قوي. بص دي برضو شوكولاتة عادية قوي اللي بخالص مسياحيها انا على حمام مية سخنة. وحططتها في كيس تلاجة عادي وهبدأ اعملها برضو زي زجزاج كده بصو شايفين. ما شاء الله عليه حاجة كده تفتح النفس ومش مكلف. ورخيص خالص وابتاخد قطعة السينابون من محلات غالية جدا ما عرفش ليه بصراحة. بس هي بصراحة طعمها يستاهل. بس لو عملتها في البيت هتبقى ارخص بكتير بصوك جمال شايفين. ما شاء الله عليه. وبحاجات بسيطة وموجودة عندك في البيت. وهتعملي كل الكمية دي بتلاك كباية بس من الدقيق. تنفع في العزمات وتنفع في عياد الميلاد لو هتعمليه ميني صغير. جربوا الوصفة وان شاء الله مقدرها مظبوطة جدا وهتعكبكوا قوي. بصوا شايفين. يارب يكون الفيديو النهاردة عجبكو. يارب ما كنش طولت عليكو. لو عجبكو الفيديو. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. لايك وشير للفيديو.